شاركت فرقة الفنون الشعبية لمحافظة الوادي الجديد في أعمال مهرجان العالمين وقالت الأسادة ابتسام عبد المريد مديرة فالثقافة الوادي الجديد إن الفرقة تقدمت عروضا مختلفة من الفن الشعبي الأصيل الذي يمثل تراث واحات الوادي الجديد وإن الفرقة تقدمت تبلوهات غنائية تعبر عن العادات والتقاليد في العديد من المراسم التي تعبر عن بيئة الواحات موضحة أن فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية تتكون من عشرين راقصا من الشباب والفتاة يقومون بأداء تبلغات راقصة بصورة جمالية وأن تلك الفرقة يسفير وحاة الواد الجديد حيث تمثل المحافظة في العديد من المهرجانات المحلية والقومية والعالمية في محافظة الأقصر الأطلق محافظة المهندس عبد المطالب عمارة شعلة النسخة السابعة والخمسين من بطولة الجمهورية للشركات من أمام معبد الأقصر في حضور نخبة من قيادات المحافظة وأزار الشباب والرياضة وبدأت احتفالية الشعلة التي تواكب احتفال الأقصر بحصولها على لقب عاصمة التقافة الرياضية العربية لعام 2024 بإطلاق أسراب من الحمام الزاقل وبعدها ألقى رئيس الاتحاد كلمة رحب فيها بالحضور ووجه شكرا لدولة رئيس الوزراء لرعايته حفل إطلاق شعلة كما وجه شكرا لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر على دعمهم الكبير لإنقاح الحفل ووجه الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة التحية للحضور وشكرا لمحافظ الأقصر على ما قدمه من دعم لإنقاح فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية وحفل إطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات وبعدها حمل ضيف الشرف البطلان الأولمبيان سارة سميد صاحبة فضية الأثقال ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح في أولمبياد باريس حمل الشعلة وقدمها للمحافظ الذي سلمها إلى العدائين الذين انطلقوا بها إلى محافظة بور سعيد حيث مقار البطولة التي ستنطلق يوم 31 من أغسطس آب ألغاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر 21 الأول